مدينة صباح السالم الجامعية أحد أهم المشاريع التنموية في البلاد ومشروع رائد في مشاريع خطة التنمية فهو يعكس وجه الكويت الحضاري وخاصة في مجال التعليم وتبلغ طاقة الاستيعابية ما يقارب أربعين ألف طالب وطالبة ومن المتوقع أن ينتهي هذا المشروع في نهاية 2019 نظرة مشرقة لمستقبل التعليم في دولة الكويت يعكسها مشروع مدينة صباح السالم الجامعية أكبر مشروع تعليمي استراتيجي المشروع هو عبارة عن حرم الجامعي المتكامل لجامعة الكويت على مساحة أرض 6 مليون متر مربع من قسم الحرمين حرم رئيسي وحرم طبي الحرم الرئيسي جميع كليات جامعة الكويت العلمية والأدبية 11 كلية غير طبية مع مباني مساندة وبنية تحتية من إدارية ومباني رياضية الحرم الطبي اللي هو كليات الطبية خمس كليات طبية مستشفى تعليمي مركز أبحاث طبية سكن للعملين من المستشفى وسكن أعضائها التدريس صحيح أن مشروع مدينة صباح السليم الجامعية هو حلم طال انتظاره لكن ملاميح إنجازه لم تعد خفية على أحد فقد تم تسليم بعض الكليات ومن المتوقع الانتهاء بشكل فعلي في نهاية 2019 حاليا المشاريع في مراحل مختلفة في المشاريع انتهت وسلمت في البنية التحتية اللي هي أنفاق الخدمات سبعة ونصف كيلومتر عندنا الملاجئ وحوالي ستة وعشرين ملجأ سلمة الملاجئ ومواقف متعددة أدوار ومواقف سطحية عندنا في مشاريع إن شاء الله راح تنتهي في نصف 2018 في نهاية 2018 عندنا حوالي ستة كليات راح تنتهي تنفيذيا طبعا تبتدي بعدين مرحلة التستين والكوميشنين وتسلم لجامعة الكويت عندنا حاليا جامعة الكويت في مراحل خطة التشغيل والانتقال فالمتوقع في نهاية 2019 معظم مكونات الحرم الرئيسي تكون منتهية وبدأنا فيها بالتشغيل مميزات كثيرة للمشروع بحجمه وطاقته الاستيعابية وتصميمه جعلت منه مشروعا تعليميا رائدا في منطقة الشرق الأوسط مشروع مدينة صباح السالم الجامعية حلم شرف على نهاية الإنجاز بأخذه حيزا ملموسا على خريطة المشاريع الحيوية والتنموية في البلاد وذلك في مجال التنمية البشرية من موقع المشروع ديمة دحدال تلفزيون دولة الكويت